اشتركوا في القناة نقابة المحامين بالمغرب وايضا هو عضو هيئة المحامين بالقنيطرة أستاذ ماروني أهلا وسلم شكرا لأخ مونير نشكرك على الدعوة ونشكر موقع أنفس بريس على الاستضافة مرة أخرى هذا واجب أستاذ ماروني كيفما قلت أيضا عضو هيئة المحامين بالقنيطرة فنبغي من خلال متابعتك لشأن المهني وخصوصا نحن في محطة انتخابية قريبة أنها تنتهي من خلال استكمالها بعد القناة طيراء وفاس ما هي قراءتك الأولية لنتائج على مستوى النقابة وأيضا على مستوى العضاء قراءة أولية للمجرية الانتخابات المهنية اللي إجرأت لها حد اليوم في 15 هيئة من هيئة المرحامين بالمغرب في انتظار الاستكمال الانتخابات في هيئتي قناة طيراء وفاس في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم بالتهاني الأستاذ النقابة اللي حضوا باتيقات زميلات وزملاء في هيئاتهم وكذلك الزميلات وزملاء اللي تتوفقوا حضوا باتيقات ديال محاميات ومحامين في عضويات مجاليس الهيئات طبعا ما سنختلفنا في قراءتي كثير حول هذه الانتخابات عما ما كوتيب وما نقش في الأوساط المهنية سواء في الوسائل التواصل الاجتماعي أو في الصفحات المهنية أن الملاحظة البارزة لليوم هو غياب إلى حد اليوم غياب النقيبة غياب الفوز لأية نقيبة ضمن هذه الانتخابات وكذلك الملاحظة المرتبطة بها أيضا هي المرتبطة بضعف التمثيلية النسائية داخل مجاليس الهيئات وهذا كنت أعتقد بأنه وضع ما مقبول اليوم في ضل الدستور 2011 الذي ينص المساواة والذي ينص على سعيد الدولة لتحقيق المناصفة في الفصل 19 من الدستور وكذلك يبقى غير مقبول اليوم أننا كجسم مهني المهنات المحامات أن نكون أقل من ما نص عليه الدستور في الفصل 1515 فيما يتعلق بضمان تمثيليات القاضيات ضمن تشكيل المجلس على السلطة القضائية يعني أنه هو واقع في حاجة إلى قراءة متأنية وقراءة مضوعية لمعرفة الأسباب والتفكير في الوسائل التي تمكن من تغيير هذا الوضع كذلك الملاحظة الثانية مرتبطة بهذه الانتخابات هي المتعلقة بجديد ثقة في عدد من السادة النقباء السابقين لأن اليوم تجارة الانتخابات 15 ليئة سبعة النقباء المنتخبين اليوم أسبق لهم شغلوا المهمة لنقيب في هيئتهم بمعنى أن هذه المسألة وخاها النقاش النقيب سابق وليس عندهم حقية درشحة وليس عندهم حقية درشحة كان نقشها في عدد من المناسبات وتناقش كذلك في أورد ضمن توصية الحوار الوطني حول إصلاح منظومات العدلة ولكن القانون يوم القانون 28-08 كيسمح السادة النقباء السابقون بالترشح ولكن المراحضة أيضا بالمراحضة على هذه الانتخابات وأنه كالقول نقب الممارس الذي سوف تنتهي ولايته أحيانا يدعم أحد نقباء هل هذا يخل بالروح لانتخابات وأيضا التنفسية الانتخابات الاساسي فيها كأي انتخابات في العالم كيخصة تكون انتخابات شفافة ونزيهة وتكون فيها المساواة الحضوض دي الجميع المرشحين يعني ما عندي جميع معلومات مدققة حول هذه الحالة وقعت فيها معينة ولكن يعني إذا تبوتت فهذا فيه مصن بمبدأ دي المساواة المرشحين في حضوضهم في التسوي في الحضوض يعني هو إخلال بهذا المبدأ دي المساواة وإخلال بالمبدأ دي الحياد المفروض أنه يتوفر في النقب الممارس كمحامي مرس قناته طبعا ولكن كمؤسسة الإنحياز لمرشح على حساب مرشح أخر كان أعتقد بأن المسألة ماشي سليمة أرجع النقطة التي تكلمت على أستاذ ماروني هي المسألة للتمثيل النسائية فعلا الملاحظ هو أن نحن بصدد انتخابات مهنية لواحد القطاع الذي هو متصدر للحقوق والحريات يدافع بشدة وبالسماة ولكن في نفس الوقت نلاحظ غياب أو تغييب أو إقصاء أو ما شبه ذلك العنصر النسوي ونحن أمام هيئات أو أمام هيئات المفرض أن تراعي هذا الأمر في نظركم ما الذي يفسر هذا الغياب أو تغييب للنساء فعلا هي ظاهرة غريبة في الوسط المهني ضعف بحل دماء مثلا كان لقاء على مستوى أكبر هيئة في المغريب ليه الضل المحاميات ممتلات بزميلتين فقط ضمن التشكيلة المجلس هيئة أكبر هيئة في المغريب وغير مقبول ولا يتناسب وهذا هو الغريب أن هذه التمثيل هي لا تتناسب مع حجم تواجد الزميلات ضمن الجدول هيئة العدد بالمحاميات كبير ولكن التمثيل داخل مجلس هيئة ضعيف بالنسبة الوقوف على الأسباب الأسباب هذه الظاهرة المتيرة هو صعيب نحسمه صعيب نعطيه رأي في غياب دراسة دراسة كالرأي في غياب استطلعت رأي ويتشارك فيها زميلات ويتشارك فيها زملاء وتكون بأسئلة مدققة لتكون رأي وإلا سنعطيه مجرد انطباع لأن ما يروج في الصحة المهنية كثير ولكن سنبنيه عليه لكي نعطيه رأي قاطع أنا كنعتقد أن المسألة ستخضع الدراسة علمية الدراسة إحصائية بناء على استبيانات بناء على استطلاعات رأي وبناء على اتصال مباشر وجلسات حوار كتشمل عينات من المحامين للمعامرات نجزات اليوم في المغرب لكي نقدر لقاء المسببة هذه التي غير مقبول في ظل المستجدات التي جاء بها الدستور 2011 وخاصة عندما يتعلق الأمر بمهنة دائما على مدار التاريخ وفي العالم مشيغي في المغرب كانت في طالعات الدفاع عن الحقوق والحرية أيضا كان الأمر البعض يتحدث على أن حتى المحاميات لا يصوتنا على زميلتهم لم يبقى هذا الأمر فقط من حاصر على برجال ونساء ولكن حتى النساء والدليل على هذا هو أن مثلا ناخدنا الأقدير كان نقيب سابق وضع واحد كوطة من أجل تمتليها ولكن كانت عريض مطالبة بإسقاط هذه المذكرة ووقعها نساء ووقعها محاميات هذا الكلام للزميلات لا يصوتنا على الزميلات هو كلام يسمع في الوسط المهني ويقال ولكن واش هو المؤتر في غياب هذه التمثيل أم لا قلت في غياب دراسة إحصائية أو دراسة علمية بالمعايير المتعرفة عليها في الميدان أنا لا أستطيع نجزم لأن الزميلات لا يصوت على الزميلات لا يتوفق بالنسبة للحالة الأقدير أعتقد أن الطعن في المقرر في النظام الداخلي كان طعن فيه الوكيل العام للمالك وإن كان طعن فيه أحد الزملاء ولكن أن هذا المقرر القضاء الذي صادر على غرفة المشورة في محكمة السيناء في أقدير كان قضاء بعدم قبول هذا الطعن وكنا نتمنى وبصدق كنا نتمنى أن هذا القرار الصادر عن محكمة السيناء في أقدير كان ينتصر للروح دستور 2011 وكان يدير القياس خاصة أن لم يكن المانع القانوني وكان يدير القياس على مدة 115 من الدستور وسيكون بادرة إيجابية يمكن هذه المبادرات لهيئة المحامين أقدير كانت تلوها مبادرات أخرى على مستوى باقي الهيئات خصوصا نسمح القضاء أستاذ ماروني وأن عدد من القرار السابقة القضائية انتصرت للمواتق الدولية لروح المواتق الدولية وإحالته على تشبوت المغرب بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان كما هي متعرف عليها دوليا وقلت انتصر لروح الدستور باستحضار لمادة 19 الفصل 19 وفصل 115 بمعنى أن قانون في البلاد وهو هدر على المساواة وهدر على سعي الدولة لتحقيق المناصفة نحن يوم لا تحقيق المناصفة داخل الأجهزة المهنية داخل مؤسساتنا المهنية ولكن كان دروغ إلى تمتيلية مشرفة تمتيلية تتناسب مع الحجم الحضور الزاملات في وسط المهنة وهذا الحضور غائف بعدد من الهيئات يعني يحوز في النفس لأنه لقاف بعض الهيئات سفر زاملات فعلا هذا واقع ربما جوج غير مقبول ولكن سفر غير مقبول بالمهنة هذا واقع كأن عدد كبير ديالهيئات أن الزاملات لم يوفقنا لنيل تيقة القاعدة الانتخابية وخصوصا نحن في النقاش الآن حول تعديل مدونة أسرة التي جمعية المحام قدمت مذكرة كيف ممكن أن نفسر تقديم مذكرة في النقاش العام ونفسر تراغية في المرأة هو وضع غير مقبول ويعطي صورة بكل صدق هي مخالفة لواقع المرأة المغربية اليوم التي اقتحمت جميع المجالات وبرزات فيها هذه الغياب عن المجاليس الهيئات أو أنها تحضر بنيل لقاب نقيبة فعلا هو وضع غير مقبول ومن بين الأمور التي تفكير عليها بشكل جماعي ومشترك وكانت منه في الهيئتين المقبلتين القنطرة وفز أنه يتم استدراك على مستوى مجاليس الهيئات أما على مستوى النقيبة لا أعتقد أن نقيبة مرشحة لا فقل لا كانت منه على الأقل غير في المجاليس الهيئات كانت منه التوفيق الزامنة يكون الحضور للنساء طيب من هذا الأمر نتاقل لشأن المهني المهني ونتم أيضا في نفس رئيس نقابة المحام المغرب ومريته من عدد المحطات وكنت محاضرين فيها بقوة من مسألة الدرائي ومسألة عدد الأمر كنتم محاضرين فيها كيف مرت هذه الفترة كنتم حاضرين من خلال عدد الملفات المهلية وبصدق بصدق أن هذه الفترة السابقة تقريبا ثلاث سنوات كانت فترة صعبة جدا وأن التدبير لم يكن سهل بالنظر لإكراهات التي عشناها خلال هذه الفترة أول هي الجائحة الكورونا في 2020 نحن نقابة مباشرة بعد العقد المؤتمر لم يكن ثلث ثلث شهور حلت الجائحة جائحة كورونا والتي ترتبت عليها تدعية خطيرة الشق المرتبط بعد غيب مهنات المحامات أخطر إجراء هو إغلاق المحاكم إغلاق المحاكم وكما قلنا في آن إذن في إباني كما قلنا في نقابة محامي المغرب قلنا هذه سابقة لم يعرفها التاريخ وأن المحاكم لم تغلق حتى إبان الحرب العالمية تانية وأن كان يكون تدبير المحاكم كانت الوسائل للوقاية كما لم تغلق الإدارات قلنا بأن المحاكم مرفق عمومي وحق التقاضي وحق دستوري وبالتالي ما كان هذا القرار أعتبرنا أنه قرار غير صائب من هنا بدأت التدبير خلال هذه ثلاث سنوات نحن اعتبرنا جزء من الجسم المهني كنا في طلعات المدافعين عن القضايا التي تمس المهني وفي طلعات المنخارطين في المعارك التي خذوها المحاميات والمحامين بدأ بالمعركة التي خذناها على المستوى الوطني المتعلقة بجواز تلقيح فرد جواز تلقيح على المحامين للولوج إلى المحاكم والتي كانت فيها معركة كبيرة على المستوى الوطني وكانت فيها مقاطعة المحاكم ومقاطعة الجلسات إلى حين سمح ببولوج المحاكم كذلك المعركة المتعلقة بالميل في الضريبي بالمقتضايات التي كانت تضمنها المشروع القالو المالي لـ 2023 التي كانت بمقتضايا جديدة كتمس بالمهنة المحامات وتضمنت قواعد اعتبرنا أنها فيها إجحاف بالمهنة ولا تتناسب مع الأولاد وراعي خصوصية مهنة المحامات بحل المسألة تصبيق على الضريبة الأداء المسبق للضريبة لأن الضريبة العامة على الضخل لا تؤدي الضريبة على الضخل إلا بعد استخلاص الضخل في حين أن هذا المشروع القانون المالية كان فرض على المحامين الأداءها مسبقا وكذلك كنا متابعين لجميع النصوص القانونية أو المشاريع أو المسودات لصدرات في الامتحان كنا حاضرين فيه وعطينا موقفنا كذلك واللي انتصرنا فيه الأبناء الشعب المغربي وقلنا بأنه المشكل لا مشكلة للمتحان لا مشكلة يجب أن ينظر إلى هذه المشكلة في شموليته وفي كليته لأن الدولة اليوم على أسف وهذه خصوة يكون المفكر فيه هذه المسألة هي من المداخل لإصلاح مهنة المحامات لأن عندما رجعنا الولوج لمهنة مع مراد المهنة ستنوض مع مراد المهنة ستزيد القدام لأن الدولة إلى اليوم لا تنظر إلى مهنة المحامات إلا باعتبارها واحدة مهنة لإمتصاص الأفواج العطلية ولكن الدولة أفرط هذا الأفواج رأي عدد منهم يحصل على شهادات الأهلية وليس يتمرن لأن في الوقت المتعارف عليه في العالم وأن يكون تناسب ما بين المتطلبات ما بين الاحتياجات المهنة وما بين الناس الذين يولجون لها لا يمكن شيء أن تدخل 5,000 الناس وما عندك 5,000 مكتب لتستقبلهم هذه مسألة التي تفكر في المنطقة الامتصاص البطالة وأن المهنة واجهة الامتصاص البطالة وكذلك على مستوى التكوين وشهيئة المحامين اليوم قادرة أن تكون هذه الأفواج التي تتخرج لأن الدولة معروف وكذنا ونعاود نأكدوه الدولة مقدمة استقالتها في كل معنى علاقة بمهنة المحامات ماذا تقدم اليوم؟ الدولة لمهنة المحامات لا شيء لا شيء الدولة التزمت في القانون 1993 القانون 1993 المنظمة مهنة المحامات التزمت الدولة بإخراج المعاهي الجوية للتكوين ويصدر مرسوم لتنظيم هذا إلى اليوم في 2030 30 سنة أين هي هذه التكوين؟ في نوع الالتزام الدولة وخاصة باستحضار أن هذا الالتزام دولة المغربية لأن المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين لأن صادق لها المؤتمر للأمم المتحدة التامين بشأن المعاملات المجرمين لأن تفهض هنا في 1990 تقول بأن الحكومات ملتازمة هي التي تلتزم بضمان تدريب الملائم والمناسب للمحامين اليوم المحامين المتمرين من كونج المهنة كيتمرن كيتكون تكوين نقدر نقول بأنه ما زال تكوين تقليدي تكوين اللي كان هذه 40 عام وهذه 50 عام ممكن كيتكون في المكاتب المحامين الممرين وكيتكون على مستوى ذو التمرين وكيتكون في الجلسات في المحاكم ولكن أنا أكد بأن هذا التكوين هو مقادر لكي يخلق اليوم محامي مؤهل لمجابهة التحديات المفروضة على المهنة في القرن 21 كنت تكلم عن التحديات وبها في نظرك ما هي التحديات المقبلة ومقبلة أولئية أخرى في هذا المشروع القانون الذي تكلم التحديات هنا نحضرنا على الولوج ونحضرنا على التكوين أنا أعتقد بأن التحدي الأول الذي نستحضره هو التحدي المرتبط بالتكوين لأن كما كانت قالت أستاذة آن لود وهي كانت المديرة البيضاغوجية لمهات المحامس في باريس قالت ومقولة مشهورة قالت بأن النهوض بالمهنة بمهنة المحامس يمر حتما عبر النهوض بالتكوين يمر حتما عبر النهوض بالتكوين لأن التكوين رغم أن مرتبط بطول مدة التمرين هذا بالنسبة المتمرين ثلاث سنوات مني كنا نحدد المدة التمرين في ثلاث سنوات هذا لا يعني بأن نخرج محامي المتمرين أن تكون تكوين راسين في فرنسا لا يوجد تلسنين فرنسا هي التي نأخذ من فرنسا 18 شهر التكوين 18 شهر مقصامة على ثلاث فترات ستة أشهر يتلقى المتمرين تكوين نظري في المعاهد التكوين ستة أشهر يكون تدريب وفي إطار ما يسمى في البرنامج البيداغوجي يكون عبارة عن تدريب وينتهي المتمرين بإعداد واحد تقرير يكون إما في مقاولة إما في إدارة عمومية إما في بانك إما في مكتب موتيق لا يكون غير في مكتب محامي لمدة ستة أشهر وستة أشهر الأخيرة هي التي تكون تمرين في مكتب محامي إذن وهذا المسألة التي نرى التكوين لا نقصره على المتمرين فقط اليوم أصبحت مطلوب أننا يكون في القانون الجديد التنصيص على التكوين المستمر لأن لا يعقل أن محامي عنده 30 عام المهنة أو 35 أو 40 عام المهنة ويكون لم يسبق لأن خضع لأي تكوين مستمر هذا نظن التكوين والتحدي الأول هي تحديات كثيرة منها مثلا منها تحديات الأخرى التي نعلينا اليوم وأننا يجبنا نقطعه مع الشكل العمل والهيئات التي نبني على التدبير اليومي التدبير المهني اليومي الاحتياجات اليومية المحامين تدبير حساب الودائع توقيع الشواهي تجيل في الجدول المحامين هذه المسائلة البسيطة أننا اليوم ما زال ما استطعنا أننا تكون لدينا خطة استراتيجية من أجل ترافع المهنة اليوم نقدر نقول بأننا ما زال ما وقفناش كهيئات وإطارات مهنية وكجسم مهني ككل ما زال ما وقفن لأن اليوم تخطيط في العالم تخطيط هو خطة عمل تفكير استراتيجي اليوم لا نقول أي مهنة نريد غدا ماذا نريد وكيف 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 الوسائل لأننا نطلع على التجار بمقارنة مثلا نعطي غير مثال الهيئة الكيبك في كندا عندهم لجنة تأسات في 1994 متعلقة بمستقبل مهنة المحامات الهيئة المحامين في باريس عندها أزيد من 20 لجنة متخصصة من بين هذا اللجان لجنة مستقبل المهنة كتستعن بمكاتب دراسات متخصصة وكتوجد دراسات تشمل الوضع الاقتصادي المهنة الصورة المحامات في المجتمع هذا هو التفكير الاستراتيجي نقطعه مع التفكير اليومي والتدبير اليومي إلى بناء تصورات مرتبطة بواحد دراسات محيانة وضيمن هذه الخطوات الاستراتيجية الترفوع المهنة نحضر الأولويات في كل مرحلة أولويات اليوم نقول بأننا في انتظار الإفراج على المسودة القانون المنظيم المهنة المحامات اليوم نظن أنه يكون أولوية والترافوع لإسقاط مشروع القانون المصطرة المدنية لإسقاط المشروع المصطرة المدنية اللي يدخل اللجنات العادل والتشريع يتناقش واللي نعتقد أنه يتضمن مقتضايات خطيرة جدا كتضرب في الصميم بعد أول الحق في التقاضي بعد يبارو حق مكرس دستوريا لأن جات بواحد المقتضايات خطيرة ستأسس مع الأسف مع هذه الحكومة ستأسس المفهوم جديد العدالة الأغنية لأن هذا الحق الدستوري المتعلق بحق في التقاضي جات هذا المشروع سيجو بواحد المجموعة الغرامات انتد الدستور يقول لك بأن حق التقاضي مضمون ولكن جات المشروع القانون المسترنية يقول لك المواطن إذا امشيت للمحكامة ولمرح تدعوها سنفرض عليك غرامة وهذه الغرامات مبالغ خيالية وفي الكثير من الأحيان فيها سلطة تقدير يد القاضي دون الولوج دون الولوج إلى العدلة وكتعتبر مثلا بأن المتقاضي إلى تقاضي بسؤنية القاضي يمكن يعطيه غرامة معه هنا عدم تحديد الفهم سؤنية ويقول المواطن يخاف إلى عدلة كذلك معه الحرمان المختضاية خاطرة المتعلقة بالانبدأ الكوني دير التقاضي على درجتين اللي نقزمناه واللي نسيجناه بناء على القيمة الطلب أن الحكم بتدائي إلى حدود 40 ألف درهم غير قابل الطعام باستناف إيواء إلى غلط القاضي ويقوم باستناف الملف كانت استنافيا إلى حدود 100 ألف درهم غير قابل للنقد هذا فيه خطير على درجتين هناك إكراهات ولكن الإكراهات لا نعالجها هناك ضغط على المحاكم هناك عدد الكبير القضايا ولكن لا يريد نفكر بهذا المنطق أننا سنعالجها لأنه الحق في الأولوج العدالة والحق في التقاضي وهو حق بكوني نصت عليه الجميع لماذا تقضي دولية ونص عليه الحق الدولية ومقتضايات لا نتمنى نخص له حلقة أخرى غير هذا المشروع القانون المسترى المدني طبعا سوف نلتقي مرة ثانية ضمن هذا النقاش حول المهنة المحمد وارتبط حق في التقاضي أستاذ خالد ماروني كنت معنا وأنت أيضا رئيس نقابة المحامين بالمغرب وأيضا عضو هذه القنية شكرا جزيلا ومرحبا شكرا شكرا موصول لكم صديق مونير على الدعوة ولمواكبة كل ما له علاقة بشأن المهنة المحمد شكرا لكم شكرا مجالي كرام وإلى اللقاء